السلام عليكم جالي عيان في العيادة بيفتكي من المشكلة في كتفه في بعض الجراحية نصحوه انه ممكن يعمل العملية ديت عن طريق جراحة مفتوحة وفي بعض نصحوه انه ممكن يعمل العملية دي عن طريق المنظار فهل يا ترى في فرق بين الجراحة المفتوحة وبين المنظار تابع معنا ايه هو منظار الكتف هو اجراحي بيقوم في الجراح بعمل فتحات صغيرة حوالي واحد سنتي وانخلال الفتحات ديت بخش بالعدسة بتاعتي زي ما انتوا شايفين بتكون رفاعة ازاي العدسة دي بتكون بتوصلها بكاميرا بتكون بدورها بتوصلها بجهاز تلفزيوني بيظهر لكل التفاصيل الدقيقة داخل المفصل الكتف وبينقوم بعمل اللازم للمريض امتى قدر استخدام منظار الكتف؟ منظار الكتف ممكن هستخدمه في معظم المشكلات اللي بتكون موجودة في الكتف على سبيل المثال لو فيه قطعف العضلات الدورة للكتف او لو المريض بيعاني من خلع متكرر من الكتف او لو في حالات تيبص مفصل الكتف او في حالات الالتهابات الاوطار الكتف او الالتهابات العضلة السنائية ايه نوع البنج اللي بياخدوا المريض؟ طبعا البنج الكله هو الاصل في حالات منظار الكتف بس في بعض العيانين بيكون عندهم بعض المشاكل الصحية اللي بيتخلي البنج بيمثل خطورة على حياتهم ففي الحالات ديت الفريق التخديري المعالج معايا بيستخدم تقنية من خلالها بيعمل تخدير للاعصاب المحيطة بمفسن الكتف وبحتاجش ان انا اعمل بنج كلي واعرض المريض لمخاطر البنج كلي مدة العملية قد ايه؟ طبعا دي بتعتمد على الاجراء اللي هعمله وطبعا مهارة وخبرة الجراح بتلعب دور مهم في الموضوع ده بس غالبا العملية بتستغرج من حوالي من ساعة لساعة نص ايه ما زي منظار الكتف؟ طبعا زي ما احنا قلنا احنا بنعمل العملية بتاعتنا عن طريفة تحت صغيرة فبالتالي الالم بيكون بعد العملية اقل وده بيساعد على التأهيل السريع والشفاء السريع ونتجنب المضاعفات اللي بتحصل مع الجراحة المنتوحة ميزة منظار الجراحي انه ممكن المريض يخرج في نفس اليوم وبيتم وضع المريض في حامل زراعة المدة بتاعته تتراوح على حسب ايه الاجراء الجراحي اللي احنا عملنا للمريض هل بنحتاج لاجراء علاج طبيعي بعد منظار جراحة الكتف؟ طبعا ده بيعتمد على الاجراء اللي احنا عملناه بس في معظم حالات مناظير الكتف بنحتاج لاجراء علاج طبيعي وده مدد التتراوح على حسب الاجراء اللي تم ده المريض ايه هي نسبة نجاح عملية منظار الكتف؟ نسبة نجاح عملية منظار الكتف بتصل لأكثر من 90% في معظم الحالات نجاح عملية منظار الكتف بيعتمد على مهارة وخبرة الجراح اللي بيعمل العملية ومدى التزام المويد بالتعليمات ما بعد العملية أرجو أن أنا خلال الفيديو ده أكون أجابت على أسئلتكم فيما أتعلق بمنظار الكتف وأنا أراكم في صحة رعا فيها